اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان زيارة حضرة صاحب الجلال عهل البلاد المفدة لروسيا الاتحادية تعكس توجه جلالته لتوطيد العلاقات والتحالفات مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق الاهداف السياسية والاقتصادية التي ترمي لها السياسة الخارجية لمملكة البحرين وفيما ثمن معالي رئيس مجلس الشورى النتائج التي تحققها زيارة العهل المفدة والتي تحتوي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اكد ان مجلس الشورى يدعم الجهود التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات والاستفادة من التجارب التي وصلت اليها الدول الصديقة وخاصة روسيا الاتحادية مبينا استعداد المجلس لمتابعة ما يتم التوصل اليه من اتفاقيات وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في المملكة واضف معاليه بان الزيارات التي يقوم بها جلالة العاهل المفدة تضمنوا بعدا استراتيجيا ينبغي ان تواكبه الجهات الرسمية بمزيد من الجهد لخدمة مصالح الوطن السياسية والاقتصادية وبما يعكس توجهات المملكة تجاه مختلف القضايا التي تشهدها المنطقة والعالم ومن هذا المنطلق فان مجلس الشورى سوف يبدل قصار جهده من اجل تفعيل التعاون والتنسيق مع البرلمان الروسي والعمل على تنسيق الجهود والمواقف مع ممثليه خلال المحافل الدولية فضلا عن دعم لجان الصداقة وتبادل الخبرات في المجال التشرعي